السلام عليكم نشرة أخبار الاقتصاد من الميادين إلى العنوين أمن الطاقة وتنويع مصادر الغاز في أوروبا يتصدران ملفات مجموعة السبع في غياب روسيا السودان فقد الذهب الأسود فلجأ إلى الأصفر وعينه على تنويع مصادر النقد الأجنبي أهلا بكم زعماء الدول الصناعية السبع عقدوا في بروكسل قمتهم السنوية وعلى جدول أعمالهم تنشيط الاقتصاد تعزيز التجارة البينية وأمن الطاقة اجتماعات عقدت في ظل غياب روسيا عن المجموعة التي تضم الولايات المتحدة بريطانيا كندا اليابان فرنسا ألمانيا وإيطاليا مجموعة الثماني باتت سبعا استبعد روسيا من المجموعة قلص وزنها الاقتصادي وخلف نفورا وعقد علاقات تجارية كانت تسير نحو الانفتاح والتوسع بين الدول الأعضاء قيمة إيرلندا قبل عام كانت الأخيرة بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 12 شهرا مضت حفلت بأحداث كان الفيصل فيها أزمة أوكرانيا موسكو اتهمت الاتحاد الأوروبي بتأجيج الأزمة الغرب فرض عقوبات على روسيا فكانت نهاية شهر العسل بين دول مجموعة الثماني رؤساء مجموعة السبع التقوا في بريكسل غابت روسيا فتبدلت همومها تنشيط الاقتصاد العالمي تحفيز النمو والحفاظ على الاستقرار المالي تراجعت على جدول الأعمال لتصدر أمن الطاقة والتنويع أمدادات الغاز إلى أوروبا أولويات المجتمعين حول هذه الطاولة كيف لا وأوروبا تعتمد على روسيا في تأمين ثلث حاجاتها من النفط والغاز حقيقة تعطي موسكو قوة ضغط على دول الاتحاد الأوروبي روسيا خسرت تحالفا اقتصاديا لكن دول الناشئة تبحث عن تحالفات قد تجد فيها شريكا واتفاقات الغاز مع الصين وغيرها مثال على البداء المتوفرة أمام موسكو ابتعاد الأخير عن المجموعة دفعها إلى التركيز على تحالفات أخرى مجموعة شانجهاي الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومجموعة العشرين خيارات باتت الأهم في نظر روسيا ديمتري بيسكوف الناطق الرسمي باسم الرئاسة الروسية أعلن عزم روسيا التركيز على قيمة العشرين وإن كانت تضم الدول السبعة الصناعية الكبرى العودة إلى مجموعة الثمان ليست مطروحة للنقاش يؤكد بيسكوف ومنتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود لن يستقبل زعماء هذه المجموعة كما كان مقررا لكن قد يكون عنوانا لقمام أخرى وتكتلات جديدة تغير وجهة الاقتصاد العالمي رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أن على بلاده تقليل اعتمادها على المعدات الأجنبية في قطاع الطاقة وفي اجتماع لمناقشة استراتيجية الطاقة دعا بوتن حكومته إلى درس إعادة رسملة شركة غاز بروم لتحسين بنيتها التحتية كلام بوتن جاء في سياق المساعي لتحسين اعتماد روسيا على الذات في مجال النفط والغاز مع وجود عقوبات غربية بسبب الأزمة الأوكرانية نبقى في روسيا القطب الشمالي بات قبلة المستثمرين في قطاع النفط شركة روزنفات الروسية تستثمر 400 مليار دولار في المنطقة القطبية الشمالية وفق تأكيد رئيس الشركة إيغور سيتشين يشار إلى أن إجمالي استثمارات شركة روزنفات في سيبيريا الشرقية والشرق الأقصى ستبلغ 85 مليار دولار وتعتبر هذه الاستثمارات مرتبطة بالعقود الجديدة الخاصة بإمدادات النفط والغاز إلى دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ الغاز الطبيعي هو أحد مصادر الطاقة البديلة عن النفط غاز يعتبر من موارد الطاقة الهمة للصناعات على اختلافها في السنوات الأخيرة تزايد الطلب عليه مع تزايد الاستهلاك والإنتاج في الاقتصادات الناشئة لكونه أقل تلويثا من المشتقات النفطية الحديث عن إمدادات الغاز تزايد مع تصاعد الأزمة الأوكرانية وتهديد الإمدادات الروسية إلى أوروبا بالتوقف السلام عليكم البحث عن بدائلة لتوريد الغاز إلى أوروبا أضاء على دور الدول العربية في سوق الغاز الطبعي الذي برز واحدا من الخيارات المطروحة في بروكسل الدول العربية تمتلك كرابة 29% من جمالي احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم التي قدرتها دراسات سابقة بنحو 187 تريليون متر مكعب في نظرة سريعة على الدول العربية المنتجة للغاز نلاحظ أن قطر تحتل المرتبة الأولى من حيث الاحتياطيات والإنتاج فهي تنتج أكثر من 116 مليار متر مكعب من الغاز سنويا وتمتلك 25 تريليون متر مكعب من الاحتياطيات المملكة العربية السعودية تنتج 99 مليار متر مكعب من الغاز وتحتوي على أكثر من 7 تريليونات متر مكعب من الاحتياطيات الجزائر تنتج 84 مليار متر مكعب من الغاز وفيها نحو 7 تريليونات متر مكعب من احتياطيات الغاز مصر تنتج 61 مليار متر مكعب وتمتلك حوالى 1% من الاحتياطي العالمي وتضم ثانية أكبر الاحتياطيات المحتملة للغاز الطبيعي بالمياه العميقة في العالم بعد خليج المكسيك الإمارات تنتج حوالى 51 مليار متر مكعب من الغاز وتملك السادس أكبر احتياطي من الغاز في العالم ويقدر بنحو 6 تريليونات متر مكعب سلطنة عمان تنتج أكثر من 27 مليار متر مكعب وتحتوي على تريليون و600 مليار متر مكعب من الاحتياطيات المؤكدة ويقارب الإنتاج الليبي نحو 17 مليار متر مكعب من الغاز وفيها تريليون و400 مليار متر مكعب من الاحتياطيات الكويت تنتج 11 مليار و700 مليار متر مكعب وتمتلك مغزونات تقدر بتريليونين متر مكعب من الاحتياطيات عمليا ازدادت حصة الدول العربية من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي عالميا إلى 9% ويتوقع أن ينمو بنسبة 3% سنويا حتى نهاية العقد المقبل ويتوقع زيادة مساهمة الدول العربية في السوق العالمي للغاز الطبيعي ولسيما مع دخول لبنان نادية دول المنتجة للغاز من 14% إلى 19% حتى عام 2035 السلام عليكم كشفت مؤسسة فيتش للتصنيفات الإتمانية أن تحسنا في الأفاق السياسية يشير إلى أن مصر وتونس ربما بلغتا أدنى نقطة في دائرة تصنيفاتهما المدير التنفيذي لدى المؤسسة بول جامبل قال إن حدوث بعض التطورات الإيجابية على الصعيد السياسي أدى إلى تصنيف مصر عند بي سلبي مع توقعات مستقرة أما تونس عند بي بي سلبي ولكن مع توقعات سلبية تتحضر أسواق الصاغة في العاصمة السورية دمشق لاستقبال الأنصة الذهبية الجديدة بعد نجاح طرح الليرة الذهبية التي لاقت رواجا لافتا رئيس جمعية الصاغة في دمشق غسان جزماتي أكد أن الأنصة الجديدة ستطرح في الأسواق خلال الأسبوع المقبل ورحب جزماتي بقرار السماح بتصدير الذهب ما ساهم في حل أغلبية مشاكل مهنة الصاغة محاولات جادة تبذلها حكومة السودان لسد العزي في عائدات النقد الأجنبي عبر خطة زيادة إنتاجها وصادراتها من الذهب بعدما فقدت البلاد عشرة مليارات دولار من عائدات النفط إثر انفصال جنوب السودان محيد دين جبريل والتفاصيل ثمانية عشر طن من الذهب هي حصيلة إنتاج السودان من المعدن النفيس خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل سبعة أطنان للفترة نفسها من العام الماضي الأمر الذي يشير إلى جهود كبيرة تقودها الحكومة السودانية لزيادة عائداتها من النقد الأجنبي عبر تعزيز صادراتها من الذهب لمواجهة المخاطر النقدية منذ خروج نفط جنوب السودان عن سيطرة الحكومة السودانية عائدات الذهب تسهم اليوم بنحو ثمانية في المائة من الناتج المحلية الإجمالية برغم العثرات التي تواجه قطاع التعدين بسبب التعقيدات القانونية والعادات القبلية أهالي المناطق دائما بيكونوا حجر عثرة لبعض الشركات لكن نحن بتجربتنا لحبنا دور كبير جدا وجلسنا مع أصحاب الأرض في المنطقة ووضحنا لهم أن المنطقة حاتين فيها التنمية وفيها المعالجة وفيها فتح الفرص للعمالة وتقديم الخدمات على الأرض يعمل حوالي مليون شخص في قطاع تعدين الذهب بالطريقة التقليدية هي حرفة لها تأثيراتها الإيجابية على إجمالية الإنتاج إضافة إلى تحسين الوضع المعيشي لنحو خمسة ملايين مستفيد وتعمل أكثر من مائة شركة في مجال تعدين الذهب من جملة مائة وثلاث عشرة شركة حائزة تراخيص تعدينية في البلاد التعدين الأهلي يمثل تسعين في المية ما بين تسعين إلى تلاتة وتسعين في المية من حجم المنتج من الذهب يعمل بالتعدين الأهلي الآن حوالي مليون معدن وبالتالي يستفيد من هذا التعدين حوالي مليون أسرة أي ما يقارب الخمسة مليون فرد في كل أنحاء السودان الآن ينتشر في معظم ولايات السودان وكان السودان قد فقد حوالي تسعين في المائة من عائداته من النقد الأجنبي بعد انفصال جنوب السودان في تموز يوليو من عام 2011 الأمر الذي ترك فجوة في الميزانية العامة للبلاد وإلى جانب خلق فرص عمل لفئات واسعة في قطاع التعدين تنشط كذلك تجارة معدات التلقيب عن الذهب محيدين جبريلا من العاصمة السودانية الخرطوم الميادين البنك المركزي الأوروبي لن يتردد في اتخاذ الإجراءات لدعم اقتصاد اليورو رئيس البنك ماريو دراجي أكد الاستعداد لمزيد من التيسير النقدي والاستخدام أدوات غير تقليدية لمواجهة التباطؤ الاقتصادي وخفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية وقلس سعر الفائدة على الوداع إلى مدون الصفر في محاولة للتصدي لخطر سقوط منطقة اليورو في دوامة انكماش أسعار على غرار معانة منه اليابان حذر الرئيس الفرنسي فرنسواء أولوند من عقوبات جائرة أو غير متكافئة قد تفرضها الولايات المتحدة بحق المصرف الفرنسي بي أم بي باريبا كون ذلك سيؤدي إلى خطر زعزعة منطقة اليورو اقتصاديا كلام أولوند جاء في ختام اجتماعات مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى حيث اعتبر أن هذه العقوبات بحق أول مصرف فرنسي وأول مصرف في منطقة اليورو ستترك نتائج اقتصادية ومالية سلبية ما سيدخل الشك والريبة حول صلابة النظام المالي الأوروبي هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية نشكر لكم حسن المتابعة الميادين دوت نت للمزيد إلى اللقاء